تعالوا بقى نروح لكابتن خالب بيبو اللي بقى قائم بأعمال رئيس البعثة في معسكر الإمارات كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة كلف الكابتن خالب بيبو مدير الكرة للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لقرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول يمكن المقرر إقامة المعسكر في الفترة من يوم 20 لحد يوم 28 يناير الجاري وحرص الكابتن خالب بيبو مدير الكرة على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملعب التدريب فضلاً عن التنصيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر وطبعاً هتغادر بعثة الفريق للإمارات السبت المقبل بعد بكرة إن شاء الله على أن تتخلل المعسكر مبارتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة الجديد بالذكر طبعاً من شركة لاروز للتطوير العمراني أحد الشركات مجموعة الجويش للاستثمار أصبحت الرعي الرئيسي لمعسكر فريق الأهلي المقرر إقامة بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 ل28 الجهاز كل التوفيق طبعاً للفريق في المعسكر ده يعني كمان فيه لعب جديد منضم فبالتالي عايزين نخش في أجواء النادي الأهلي المعسكر ده فرصة كويسة جداً للنادي الأهلي كفرقة وفرصة كويسة للعناصر اللي كانت مصابة أو اللي لسه بتحاول ترجع من الإصابة وفرصة كويسة كمان لعب جديد منضم للنادي الأهلي أنه يخش في أجواء الفريق وياخد فرصة كويسة والجهاز الفني يطبق البرامج اللي هو شايفها الفترة اللي جاية للمرحلة اللي بعد كده إن شاء الله يعني كابتن خالب بيبو كمان عمل مجهود كبير جداً تكليفه كرئيس للبعثة شيء مهم جداً جانب أنه هو مدير الكورة بالنادي الأهلي والفترة دي فترة التركيز أن اللعيبة المصابة ترجع اللعيبة اللي كانت بعيدة شوية أو اللي لسه زي مثلاً عمر السلاء لسه راجع من الإصابة أنه يحاول بقى يخش في الجو المنافسة تاني على مكانه كل اللعيبة تركيز تام الفترة دي يمكن كل اللعيبة اللي موجودة كل واحد عنده فرصة يبقى أساسي حتى في لعبة المنتخب اللي مش موجودة في الفترة دي عشان في بطولة أم أفريقيا اللعيبة اللي موجودة عندها فرصة يبقى أساسية عليها يعني الندي الأهلي عنده اللعيب الاحتياطي زي اللعيب الأساسي كلهم أساسيين